الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يرفع درجاتكم وأن يعلي منازلكم وأن يحبكم وأن يرضى عنكم وبعد فهذا درسٌ جديد من دروسنا في قراءة كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وغفر الله له ورحمه نواصل فيه قراءة كتاب الغسل فليقرأ القارئ مشكورًا بارك الله فيه الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الإمام البخاري رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين أيوب يغتسل عريانًا فخر عليه رجل جرادٍ من ذهب فجعل أيوب يحثي في ثوبه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى قال بلى يا رب وعزتك ولكن لا غنى لي عن بركتك قوله هنا بين يعني في وقتٍ من الأوقات كان أيوب عليه السلام والنبي المعروف بالصبر يغتسل عريانًا أي ليس على بدنه شيء وليس يستره من الناس شيء ولكنه في مكانٍ خالٍ ولذا اغتسل عريانًا فخر عليه أي سقط عليه رجل جرادٍ من ذهب أي قطع ذهبٍ أنزلها الله جل وعلا لتسقط عنده فجعل أيوب يحثي أن يجمع من ذلك الذهب في ثوبه فناداه الله تبارك وتعالى يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى يعني أعطيتك من الخير ومن المال والولد ما يجعلك تستغني عن هذا الذهب فقال أيوب عليه السلام بلى يعني قد آتيتني يا ربي ما يغنيني وعزتك أن يقسم بصفةٍ من صفات الله تعالى ولكن لا غنى لي عن بركتك أي لا أتمكن من الاستغناء عن فضلك وزيادة خيرك وبرك ففي هذا الحديث جوازوا الاغتسال عريانًا وقد ترجم الإمام البخاري لهذا الحديث بقوله باب من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل واستدل على أنه من في الخلوة بسقوط هذا الذهب عليه وفي هذا الحديث جوازوا التقاط ما لا يملك من الأموال فمن وجد مالًا لا مالك له جاز له أن يأخذ ذلك المال ولا يعد لقطه ولذا فإن الأموال على ثلاثة أنواع أو أربعة مال ليس له مالك فيجوز أخذه ويعتبر من اكتساب المباحات ومن هذا أنواع الصيد ومن هذا ما ينبت في الصحاري والبراري من النباتات ومن هذا الأموال التي تركها أصحابها زهدًا فيها والنوع الثاني من أنواع الأموال التي يعلم مالكها فهذه يجب إرجاعها إلى مالكها والنوع الثالث مال يغلب على الظن أن له مالك ولكن ذلك المالك غير معلوم فهذا يقال له اللقطة يجب تعريفه حولًا كاملا إن كان مما لا يمتنع بنفسه عن صغار السباع وكانت همة أوساط الناس تتعلق به وفي الحديث فضل أيوب عليه السلام وفي الحديث جواز بذل الأسباب لتملك الإنسان الأموال التي تزيد عن حاجته وأن ذلك لا يعد من الأمور المذمومة وفي الحديث سؤال العبد البركة من الله جل وعلا وعن أم هانئن بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وأفاطمة رضي الله عنها تستره فسلمت عليه فقال من هذه فقلت أنا أم هانئن بنت أبي طالب فقال مرحبا بأم هانئن فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمانية ركعات ملتحفا في ثوب واحد فلما انصر فقلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرتي يا أم هانئن قالت أم هانئن وذلك ضحى أم هانئ هي ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب وهي أخت لعلي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه قالت ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وكانت أم هانئ تسكن في مكة وجاءت بعد الفتح وكان الفتح في رمضان من السنة الثامنة للهجرة فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الضحى في اليوم الثاني من فتح مكة فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل وكانت فاطمة ابنته رضي الله عنها تستره لألا يراه الناس حال اغتساله ولا يلزم من ذلك أن يكون عريانا قالت أم هانئ فسلمت عليه أي حيّة بتحيّة السلام السلام عليك يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذه يعني من هي المرأة التي سلمت فقالت أم هانئ أنا أم هانئ بنت أبي طالب فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحباً بأم هانئ يرحب بها ويحييها ومرحباً ما أخوذ من الرحب وهو السعى كأنه يقول لك المكان الفسيح بقدومك إليّ فلما فرغ النبي وانتهى من غسله قام فصلى ثماني ركعات ركعتين فركعتين 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 أربع تسليمات ملتحفاً في ثوب واحد أي أنه قد لفَّ الثوب على نفسه وفلما انصرف أي قضى من صلاته قالت أم هانئ يا رسول الله زعم أي ادعى ابن أمي علي أي علي بن أبي طالب لأنه يشترك مع أم هانئ في الأم أنه قاتل رجلاً قد أجرته يعني أن أم هانئ أعطت الأمان لفلان لرجل يقال له ابنه بيرة فقال علي رضي الله عنه سأقتل ذلك الرجل فقالت أم هانئ قد أعطيته الأمان وأجرته فقال سأقتله فذهبت أم هانئ إلى النبي صلى الله عليه وسلم تخبره بالأمر وتقول بأن علي زعم أنه سيقتل الرجل الذي أجرته فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا أي أمنا ووضعنا في جوارنا وحفظنا من أجرت يا أم هانئ قالت أم هانئ وذلك كان في وقت الضحى في هذا الحديث من الفوائد الاغتسال والتستر عند الاغتسال وفي الحديث أيضا ذهاب المرأة إلى قريبها من الرجال من غير محارمها وظاهر هذا أنه مع تسترها وحجابها ولذا لم يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرفت بنفسها وفي هذا الحديث خدمة المرأة لوالدها كما كانت تفعل فاطمة رضي الله عنها وفي الحديث مشروعية السلام على المتوضى ومن كان يغتسل كما سلمت أم هانئ على النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث وفي الحديث جواز سؤال الشخص من قابله من أنت وأن ذلك لا ينقص من مكانة السائل ولا المسؤول وفي الحديث أن من سئل عن اسمه حسن أن يجيب باسمه وأن يعرف بنفسه ولذا قالت أم هانئ أنا أم هانئ بنت أبي طالب وفي الحديث الترحيب بالقادمين بكلمة مرحبا وفي الحديث أيضا من الفوائد مشروعية صلاة الضحى وقد قال طائفة بأن هذه الصلاة هي صلاة الفتح لأنها كانت في صبح يوم الفتح ولذا استحبوا صلاة سمّوها صلاة الفتح والجمهور على أن هذه الصلاة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الضحى وقد ورد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصليها يعني لم يكن يواظب على صلاة الضحى ولا يعني هذا عدم استحباب المواظبة على صلاة الضحى فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك بعض المستحبات لما يرى أنه ألزم منه وأعظم أجرا ولذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أفضل الصيام صيام داود وكان يصوم يوما ويفطر يوما وقال لا أفضل منه ومع ذلك لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله والجمهور على أن هذه الصلاة صلاة الضحى ولذا استحب طائفة أن تكون صلاة الضحى بثماني ركعات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال آخرون بأن هذه الصلاة هي قضاء لصلاة الليل فإنه كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يصلي صلاة الليل صلى ما بين طلوع الشمس وزوالها وقد ورد في الحديث أن من فاته ويرده من الليل فصلاه ضحى كتب له كأنما قامه ليلا وفي الحديث جواز أن يصلي الإنسان في ثوب واحد يلتحف به وما دام أنه لا تنكشف عورته في ذلك الثوب الواحد وقد كانت الثياب عندهم غير مخيطة يلفونها على أبدانهم وما كان مخيطاً سموه قميصاً سموه قميصاً وفي الحديث من الفوائد استعمال لفظة زعم فيما يدعيه الإنسان فيقال زعم فلان كذا ولذا قال المؤلف باب ما جاء في زعمه وذلك أنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال بئس مطية الرجل زعموا يعني أن بعض الناس ينقل عن غيره كلاماً ليسلم من عهدته وهو يغلب على ظنه أنه غير صحيح فيأتي فيه بهذه اللفظة ولكن ما ورد في هذا الحديث يخالف هذا المعنى فإن الزعم هنا لأمر مستقبل وليس عن خبر ماض وفي الحديث أيضاً فضيلة أم هانة رضي الله عنها وفي الحديث أن أمان المرأة الواحدة للواحد أو الاثنين جائز وأنه يلزم سائر الجيش لالتزام بذلك الأمانة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم وفي الحديث أيضاً ذكروا ابنه بيره وحاله وفي الحديث أن المحارب الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا ذمة ولا أمان فإنه يكون أمره إلى صاحب الولاية وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانخنست فانسللت فأتيت الرحلة فاختسلت ثم جئت وهو قاعد فقال أين كنت يا أبا هريرة فقلت له كنت جنباً فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال سبحان الله يا أبا هر إن المسلم لا ينجس قوله لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم أي واجهني في طريق من طرق المدينة وأنا جنب أي من احتلام أو جماع فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي أبي هريرة قال فمشيت معه أي استجبت له وانقدت له لما أخذ بيدي حتى جلس فانخنست أي انسحبت وانسللت أي أخذت نفسي بخفية وبحيث لا يشعر بي فأتيت الرحل وهو المكان الذي يكون فيه الرحل الذي يوضع على البعير قال فاغتسلت في ذلك المكان ثم جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد لا زال في مكانه الذي كان فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين كنت يا أبا هريرة أي أن النبي صلى الله عليه وسلم فقده فقال له كنت جنبا فكرهت أي لم أرغب أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا أبا هر إن المسلم لا ينجس أي أن النجاسة لا تكون وصفا لبدن المسلم وأما الحدث فهذا وصف حكمي ليس أمرا حسيا يتعلق بالبدن ولذا فإن حكم الحدث يزول بالتيمم لمن فقد الماء مع أنه لم يمس ماء ولو كان نجسا لما طهره التراب في التيمم ففي هذا الحديث من الفوائد جواز مشي الجنب في الطرقات وخروجه من مسكنه وأن ذلك من الأمور الجائزة وفي الحديث من الفوائد سلام الجنب على غيره ومسه لبدن غيره وأن ذلك لا ينقل حكم نجاسة ولا غيرها وفي الحديث أيضا أن عرق الجنب طاهر وليس بنجس وفي الحديث طهارة المؤمن طهارة المؤمن وفي الحديث من الفوائد أيضا انسحاب الرجل من صحبته الذين يذهبوا معهم بدون علم منهم وأن ذلك من الأمور الجائزة وفي الحديث أيضا من الفوائد تفقد الإنسان لأصحابه الذين يكونون معه وفي الحديث جواز كلام الإنسان مع غيره وجلوسه معه ولو كان جنبا وعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب فقالت نعم ويتوضى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة قوله هنا سئلت يعني أن عائشة رضي الله عنها توجه إليها السؤال وذلك لعلمها بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة فقال قيل لها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد يعني ينام وهو جنب فقالت عائشة رضي الله عنها نعم كان يرقد وهو جنب لكنه يتوضأ قبل أن ينام وقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أي رغب أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة ففي هذا الحديث جواز نوم الجنب وأنه لا حرج على الإنسان إذا نام وهو جنب وفي الحديث استحباب وضوء الإنسان قبل نومه إذا كان جنبا وفي الحديث دلالة على أن حكم الجنابة يخف عند وضوء الإنسان وقد استدل الحنابل بهذا الحديث على أن الجنب إذا توضأ جاز له أن يلبث في المسجد وقالوا في الحديث دلالة على خفة حكم الجنابة بالوضوء وفي الحديث مشروعية الوضوء للجنب ولو كان ذلك الوضوء لا يرفع الحدث وفي الحديث غسل الفرج بعد الجنابة وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل وسأله أيرقد أحدنا وهو جنب قال نعم توضأ واغسل ذكرك ثم نم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب قوله هنا عن ابن عمر أن عمر يعني والده عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال فقال له بأنه تصيبه الجنابة من الليل يعني في الليل فيصبح جنبا من جماع وبالتالي هل يحل له أن يرقد أن ينام وهو جنب فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يعني يحل له أن ينام وهو جنب ثم قال توضأ أي وضوءك للصلاة بغسل الأعضاء الأربعة واغسل ذكارك ليخرج منه ما تلوث حوله والغالب أن غسل الذكار يكون قبل الوضوء وإنما عطفه بالواء التي لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا قال ثم نم والأمر هنا للإباحة وليس للوجوب وقال إذا توضى أحدكم فليرقد وهو جنب وقد قال طائفة بأن الجنب لا يجوز له أن ينام إلا بعد الوضوء لظاهر هذا الحديث والجمهور على أن الجنب يجوز له أن ينام ولو لم يتوضأ وإن كان الأفضل في حقه الوضوء ففي هذا الحديث من الفوائد الجماع بالليل ونوم الجنب وتخفيف الوضوء للجنابة والسحباب غسل الذكر إذا كان قد جاه ما يلوثه نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل قوله إذا جلس يعني أن الزوجة أو السيد إذا كان على زوجته أو أمته وجامعها وكانت شعبه أو كان جلوسه بين شعبها الأربع يعني أعضاءها الأربع ثم جهدها فحينئذ قد وجب الغسل وفي لفظ عند مسلم زيادة ولو لم ينزل وهذا متعلق بمن جامع زوجته ولكنه لم ينزل هل يجب عليه الاغتسال أو لا يجب عليه الاغتسال فإذا غيب حشفته في فرجها فحينئذ جماهير أهل العلم يقولون بأنه يجب عليه الاغتسال وهذا هو مذهب الأئمة الأربع أبي حنيف ومالك والشافعي وأحمد رحمة الله عليهم وذهب الظاهرية إلى أنه لا يجب عليه الاغتسال واستدلوا على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء إنما الماء من الماء والحديث يدل على حصر وجوب الغسل في ذلك ولكن الأحاديث التي أوجبت الغسل بالمجامعة بدون الإنزال أحاديث صحيحة منها هذا الحديث وقد ورد أن الصحابة اختلفوا في هذه المسألة فسألوا عائشة رضي الله عنها عن ذلك فأفتتهم بوجوب الغسل ونقلت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن 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 أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصليه قوله إذا جامع الرجل امرأته أي أنه أدخل فرده في فرجها فلم ينزل فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ما مس المرأة يعني فرجه ثم يتوضأ ويصلي وهذا من أدلة الظاهرية في قولهم بأن تغييب الحشفة في فرج المرأة لا يوجب الاغتسال ويبدو أن هذا كان في أول الإسلام وأما في آخره فإن الأحاديث التي جاءت بإيجاب الغسل كثيرة متعددة وقد قال الإمام البخاري الغسل أحوط والقاعدة أنه إذا تعارض حديثان أحدهما مبيح والآخر موجب أنه يقدم الحديث الموجب لأنه يعلق بالذمة شيئا بينما الحديث المبيح يتوافق مع أصل الإباحة وبالتالي إذا كان كذلك لم يكن هناك نسخ والأصل عدم وقوع النسخ في الشرع بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلني الله وإياكم من الهدات المهتدين كما نسأله جل وعلا صلاحا لقلوبنا واستقامة لأحوالنا وتيسيرا لأمورنا اللهم ارضى عنهم اللهم ارفع درجاتهم اللهم وفقوا لا تأمرنا لكل خير واجعلهم من أهل الهدى والتقى والصلاح هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اشتركوا في القناة